ينضم إلينا من غزة سيد شرحبيل الغريب الكاتب والباحث السياسي سيد الغريب مرحبا بك لماذا اقتحم بن غفير المسجد الأقصى المبارك رغم أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي قال إن نتنياهو أقنعه بعدم الاقتحام مساء الخير لك وللسادة المشاهدين بدايتان من الواضح أنه نجح بن غفير بمكر وخديعة من اقتحام باحات الأقصى وهناك أوساط حتى إسرائيلية تقول بأنه تم التنصيق مع رئيس الشباك الإسرائيلي لإنجاح هذه الزيارة أو الاقتحام والتدنيس للمسجد الأقصى لكن وفق شروط معينة من الواضح أن هذا الاقتحام وهذا التدنيس لباحات الأقصى يبعث برسالة واضحة بأنه كما قلنا في السابق ونقولها اليوم بأنه بن غفير سيكون هو رأس الحربة في الصراع مع الشعب الفلسطيني في ظل هذه الحكومة العنصرية الفاشية وأنه ما جرى اليوم بالمناسبة هو لا يخص بن غفير لوحده حتى لا نقزم المسألة المسألة أكبر من شخصية بن غفير هناك بن غفير اليوم يتبع منظومة وهو وزير في حكومة الأشد تطرفا في تاريخ دولة الاحتلال الإسرائيلي وبالتالي هذا السلوك الميداني الذي قام به بن غفير في باحات الأقصى يعبر عن موقف هذه الحكومة بشكل أساسي كحكومة يمينية فاشية عنصرية متطرفة برنامجها بالمناسبة واضح نحن نعلم جميعا بأن هناك اتفاقيات جرت بين بن يمينة تنياه وكل الأحزاب الإسرائيل التي هي مشاركة في هذه الحكومة وبالتالي هذا الاقتحام هو ترجمة أولية للاتفاقيات التي تمت وبالمناسبة بن غفيريو كان قاصدا في هذا التدنيس على اعتبار أن يثبت معادلة وواقع جديد بأن التدنيس يصبح أمر طبيعي كمقدمة لفرض وقع جديدة في باحات الأقصى وترسيخ التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى في مدينة القدس سيدة الغريب تفضلت بأن عملية الاقتحام التي قام بها بن غفير هي تمت بمكر وبخديعة كيف حدثت هذه الخديعة؟ الخديعة كما سرب بالأمس بأن هناك اتفاق بين بن غفير وبن يمينة تنياه بأن لا يتم الاقتحام في هذا اليوم يعني الاعتبارات عدة حتى كما قالت الأوساط الإسرائيلية بأن هناك حرص إسرائيلي على إنجاح الزيارة الدبلوماسية الخارجية لبن يمينة تنياه وهي زيارة الأولى بعد توليه رئاسة هذه الحكومة من الواضح أن هذا الاقتحام تم بخلصة وخديعة على قاعدة أن يفرض بن غفير واقع جديد لا يسجل علي أنه رضخ لتهديدات الفصال الفلسطينية أو لتهديدات الأطراف العربية والدولية بأن هذا الاقتحام يمكن أن يفجر الأوضاع في المنطقة وبالتالي نحن اليوم أمام واقع حقيقة يعني معقد وخطير في ذات الوقت نحن نعلم بأن هذه الحكومة لها برنامج ليس متعلق بالقدس نحن نتحدث عن الضفة الغربية والاستيطان نحن نتحدث عن النقب عن الجليل والتهديدات التي يعني أعلنها بن غفير بموضوع تنفيذ القانون الإعدام بحق الفلسطينيين هذه كلها بؤر ساخنة يمكن أن تفجر الأوضاع وتجعل من المشهد الفلسطيني وحالة الصراع مع هذه الحكومة أن المشهد قابل للانفجار وهنا السؤال هنا سيد الغريب هذا الاقتحام إلى أي مدى يمثل الشرارة أو مقدمة لشرارة غضب عارمة في الأراضي الفلسطينية أنا أقول بأن هذا الاقتحام ربما اليوم وسط هذه الإدانة والاستنكار الشديد ربما استطاعت الأطراف تجاوز هذا المشهد لكن لا يعني أننا انتهينا من هذا المشهد إذا ما تكرر أو إذا كانت هناك نقاط اشتعال في الساحات الأخرى في الضفة الغربية في النقب اليوم بن غفير يتوعد الجليل بتهجير خمسين ألف منزل فلسطيني كلها بؤر وبالتالي أين سيكون الانفجار أين سيكون ساعق التفجير في المرحلة القادمة هذا كله مرتبط بسلوك هذه الحكومة العنجهية العنصرية الفاشية التي لديها تشعر بأنها بعد وعودها للناخب الإسرائيلي لأنها لديها فائض من القوة وتريد تفريغ هذا الفائض بالشعب الفلسطيني سواء في باحات الأقصى أو في الضفة الغربية عبر الاستيطان العشوائي وسياسة الضم الإسرائيلي المتوقعة أو حتى في سياسة التهجير والهدم المرتقبة في النقب الجليل وبالتالي نحن أمام بؤر ساخنة كثيرة هذا يتطلب أيضا إيجاد استراتيجية فلسطينية بالمناسبة لمواجهته لأن المسألة ليست متعلقة بالانفجاق أو عدمه هنا السؤال الكبير بخصوص الاستراتيجية نحن تابعنا تغريدة القيادة محمد دحلان التي دعا فيها إلى بلورة جواب فلسطيني شامل شعبي ورسمي كيف يمكن أن يتحقق ذلك على الأرض يعني في تقدير نحن اليوم أمام مشهد كما قلت مشهد أمام حكومة إسرائيلية متطرفة بالفعل التغريدة التي نشرتموها قبل قليل في تقريركم هي ربما أقرب إلى الواقع بمعنى أن لم يبقى شيء أمام هذه الحكومة إلا إعادة ترتيب الأوراق الفلسطينية الحلقة الفلسطينية الأولى يجب أن تبدأ فلسطينيا كيف يرتب الشعب الفلسطيني بيته الداخلي اعتبارا من إيجاد استراتيجية وطنية مقاومة انتخابات فورية تجديد كل الشرعيات إيجاد صيغة أو إيجاد آلية لمواجهة هذه الحكومة المتغطرسة أما إذا بقيت حالة الانقسام في تقديري هذا كله سيعطي وسيفتح شهية نتنياهو إلى ارتكاب والتغول أكثر على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته المطلوب اليوم إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس وطنية فلسطينية مقاومة إيجاد قيادة وطنية ميدانية موحدة كما هناك كما هناك في غزة غرفة مشتركة أيضا سيكون في الضفة الغربية وفي القدس هذا كله اليوم مطلوب للتصدي لسياسات هذه الحكومة التي ربما لن ترحم الشعب الفلسطيني كما حدث اليوم هذا المشهد سيتكرر إن لم يكن في القدس سيكون في باحات في الضفة الغربية وحتى في الأراضي المحتلة عام 48 سيد الغريب الرئيس الفلسطيني محمود عباس قرر التوجه إلى مجلس الأمن الدولي لمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية هل سيقدم وينفذ هذه الخطوة بالفعل وإن نفذها هل ستكون ذات جدوى يعني نتحدث عن حقيقة حتى لو توجهت السلطة لمجلس الأمن لن تتعدى مثل هذه الإجراءات الإدانات الشجب والإدانة كما سمعنا اليوم حتى الموقف الأمريكي بالمناسبة هو أيضا جزء من المشكلة لأنه يريد أن يبقي هذه الجبهة جبهة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هي جبهة باردة ولا يقدم حلول سياسية إذن الإدارة الأمريكية الحالية هي تتحمل جزء أساسي وكبير من المشكلة بمعنى أنها لم تقدم أي حلول وبالتالي الجهد الدبلوماسي الفلسطيني مهم ومهم جدا لكن يجب أن يتبع خطوات عملية على الصعيد أيضا العلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي تحشيد كل الأطراف العربية والدولية تجاه إعادة النظر ورفع الكلفة مع هذا الاحتلال الإسرائيلي المجرم الذي يحاول ولا يوفر ولا يجهدا بأن يتغول أكثر على الشعب الفلسطيني بالمناسبة نتنياهو سيحرص وسيكون أكثر شخصية حريصة على حسم الصراع مع الشعب الفلسطيني وحسم الصراع هنا أقصد حسم الصراع بالقوة بمعنى أنه سيختم حياته السياسية بإنجاز كبير للتيار الديني المتشدد داخل دولة الاحتلال الإسرائيلي وهذا بالمناسبة يفرض جهد دبلوماسي وسياسي كبير على السلطة الفلسطينية باعتبارها ممثلة للشعب الفلسطيني أمام الأطراف الدولية شكرا جزيلا لك ضيفنا من قطاع غزة السيد شرحبيل الغريب الكاتب والباحث السياسي شكرا جزيلا شكرا جزيلا